مساء الورد عليك سيادة النائب أحمد دياب مساء الورد ألو يا أحمد بيه طيب لغاية لما الاتصال يكون موجود معنا الحقيقة أن سيادة النائب أحمد دياب رئيس رابط الأندير المستوى المحترفة بذل مجهود كبير جدا مع وزارة شاب والرياضة ومتمثلة فيه مع علي الوزير الدكتور أشرف صبحي وطبعا كل المؤسسات الدولة الوطنية والأجهزة الأمنية الموجودة في مصر عشان يكون فيه زيادة لأعداد الجماهير دي حاجة في منتهى الجمال نفسنا نرجع تاني نشوف أستاذ القاهرة وكل أستاذات مصر وخاصة أستاذات الأندية الشعبية النهاردة بنفرح بوجود غزلة المحلة وعودته مرة أخرى لدورة المصر الممتاز نشوف المحلة وفي البداية عايزين نشكرك شكر جزيل لسه كنت بقول أنت واحد من الجنود المعلومين في فكرة زيادة أعداد الجماهير ابتدانها من 5000 إلى 20 ألف إلى 30 ألف للساعة الكاملة في اللقاءات الإفريقية في الأدور النهائية فعايزين نعرف بقى الإجراءات دي هتنفذ من إمتى وإيه الضوابط وإيه الشروط وكيفية تنفيذ هذه الزيادة بمشيئة الله حقيقة الزيادة الأول نبارك الجماعية في الكرة المصرية والأبداء المصرية الشكر كل الشكر والذي استحقه ومؤسسات الدولة المصرية قاتل مسلحة وظلط الداخلية وكل مؤسسات الدولة المصرية وظلط شوارة الرياضة وده دائما كنت الرجل كان بيخلت عندنا الثقة والأمل إن إحنا الجمهور راجع راجع وده الحلم إن إحنا كانت بصدادة الرب كان نحكملها من أول يوم وكاننا كلنا الثقاب ده الحمد لله بيتحقق بفضل مؤسسات الدولة المصرية وشركة تذكرة في المنظومة المعمولة وشركة الأفضلطية كل ده مجهود بكل مادي وده الحقيقة بيسعبنا وإن شاء الله اللي جاي يكون أحسن إن شاء الله وصلنا للطاقة كاملة اللي جميع الاستادات اللي بيتدعب عليها الدولة في معاهدة القاهرة وبرج العرب تلاتين أجل ده فيما يخص مباريات المحلية الدوري أو كاس مصر أو كاس الراحل وفي الأدوار النهائية في المطاقة الأفريقية الساعة الكاملة فيما يخص مشاركة الأمدية ويخصة كانوا تشغلانا جداً إن الأدوار التمديدية المشاركة في البطولات الأفضلية هتكون تلاتين ألفا تمام والساعة كاملة في الأدوار الأخصائية إن شاء الله يا رب وبدايتها بإذن الله لقائي النهائي بالنسبة للأهلي والزملك ويكونوا إن شاء الله فالخير بإذن الله إن شاء الله يكون اقضى في الكرة مصرية بإذن الله وإذن البطولتين بإذن الله ونتمنى كده إن شاء الله إن احنا مبارك في التثويق بالبطولتين بولا إن شاء الله إن شاء الله يا رب سابت النهاب هل تم تحديد موعد نهائي لنهاية بطولة الدوري المصري المبتاز في الموسم الحالي إن شاء الله فالخير معاد نهائي معاد نهائي طيب نروح للسؤال اللي بعديه طبعا لغط كتير وكلام كتير على الرغم من إن الرابطة لم تعلن أي شيء عن إرسال الأربع فرق الخاصة بالمشاركات المصرية في البطولتين الأفريقياتين الهمتين سواء دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية ولكن طلع كلام كتير من أكثر من نادي أبرزهم أمبي والمصري في حين إن رابطة أصلا ما طلعتش أي حاجة فإحنا عايزين نعرف بقى من حضرتك إمتى سيتم إرسال أسماء الفرق المصرية الأربع المشاركة فيه البطولتين الأفريقية الحقيقة الاتحاد الأفريقي نفس لم يطلب من أي من الدول لسه حتى الآن أسامي الأمداء المشاركة في مصر بس فبالتالي الموعد لسه ما جاش فإحنا بس اللي بنتكلم معلوه بدي أي ولطا مش هتعلن حاجة غير بعد ما يتم الطلب من الاتحاد الأفريقي صحيح والحقيقة إن إحنا بقى لنا قسمينه وده تقليد ناشيين على سيستم منفذينه وحطين بندس اللي هي حواضح الاتحاد الأفريقي بيطلب الأمداء في تلاتين ستاة تماما وبيضي لتلاتين ساعة بنتحدد الأمداء الموسم الماضي إحنا نهينا الدوري في أول إسبوع في أغرستوس أي وطلبنا من الاتحاد الأفريقي يدينا هذه المهجة وبالفعل أدهلنا وتحدد الأمداء بنهاية مسابقة الدول مزبوط اللي شاركوا في البطولات الأفريقي صحيح لأن تبقى الهدوية للتحاد الأفريقي لو أي دولة طلب منها الأمداء وما كانتش المسابقة خلصت لازم يكون عندك كريتيريا تحدد عليها الأمداء تمام لأن اللي كان بيحصل في الصابق ما كانش كده فبالتالي إحنا حفين المادة دي بقى لها سنتين وبنتبقها لو احتجنا لها لكن الأساب هو الأمداء اللي بتخلص الدول تمام نحن عاوزينه أن كل الأمداء تركز مع فرقها والمنافسة داخل الملعب ولسه المسابقة موجودة تموح حلوة وبهدف سهمين كل ما يريد يكون قريص على تحد المركز أو المساركة في الطورة الأفريقية ده نفسنا وده دي في الآخر تصبح في مصرحة الكورت المصرية فإن شاء الله طولة شهزية وإلى أن يتم طلب ده من اتحاد الأفريقي إحنا هنعمل ساعدنا إن شاء الله لكن حتى الآن التوجه في الربطة إن يتم إرسال الأسماء بعد نهاية الدوري بالكامل عشان يبقى فيه شكل مشكلة ده التارجت بتاع الربطة مزبوط وده اللي يتحقق الموسم الماضي وإن شاء الله يتحقق الموسم إن شاء الله بإذن الله يتحقق الموسم الحالي في بعض المباراة المؤجلة اللي لسه لم يعلن موعيد إقامتها زي الأهلي مثلا ومدر نفيوتشور والزمالك والبلدية إمتى سيتم الإعلان عن المعادين بتوع اللقائين دون؟ خلال أيام شاء الله يعني كل المؤجلات حتى يتم الإعلان على إحنا أورونا جدول نازل لحب الجولة الثلاثين ومؤجلة الدور الأول فبقية المؤجلات هتكذل خلال أيام إن شاء الله يا رب أخيرا سات النائب عايزين نعرف بقى الموسم الجديد يعني إنت مرة كنت وطرحت مع الزميل والصديق العديد سيف زاهر طرح إن إحنا يبقى عندنا يعني نحتذي ببعض الدولات الأوروبية فإن إحنا نعمل دوري بشكل مختلف عشان بقى نعدي المرحلة السابقة والحالية اللي هي فيها لخبطة كتير فهل تم التواصل مع الأندية؟ هل تم طرح شكل لمسابة الدولي في نسخته للسنة اللي جاية تبقى مختلفة؟ إحنا ليه طرحنا بادي يا كتب؟ لأن إحنا بنقول كنا إن الموسم القادم هو موسم لازم نستغله لصالح الكرة المصرية زي ما في مواسم أدرة الكرة المصرية زي موسم الكورونا وده خلينا نعني سنين بعدين رجعت بخلص دوري في 16 وصلنا إن إحنا بنخلصه في أغسطس لكن إحنا مرجعتش في مواعيد في الاضطراحات إن بطولة أهم أفريقيا هتكون عام القادم في السياس مصبوط من فرصة كويسة جدا إن إحنا نقدر نعمل موسم شكله مختلف عن الدوري العائل مدة موسم واحد ننهي فيه البطولة في المواعيد الطبيعية وكمان يكون في صالح منتخبنا الوطن إن يكون عنده بقى فترة ويروح طولته وقدق الموسم زي بقية الدوريات شكله العائل صحيح فبعشان نوصل لده فيه عدة عوامل بندرسها نتكلم مع الفضية ننشوف الحقوق التسوقية ننشوف شكل إيه الأمسى بإن يكون الدوري قوي وأقرب إلى الفيرت لإن خلينا متفققين شكل الدوري بشكل طبيعي هو أقوى مصابقة هو الأصح صحيح لكن فيه 14 نوع من أنواع البطوليات موجودة أشكال مختلفة فمش يعني مش هيكون إداع مصري أو إخداع مصري أنت تشوف أسب مسابقة دي تعملها لمدة موسم تصلح ليها صحيح ونعرض عليهم بالأفسية من ذلك اللي وصلنا لها ونبتدي نتحرك على شكل الموسم القاضي إن شاء الله رب الموفقين يا سبت النائب وبإذن الله يكون موسم جيد جميل مميز مختلف نعالج فيه كل السلبيات اللي فاتت وإن شاء الله يكون فيه إجابات أكتر إن شاء الله متفاقين وبإذن الله إن شاء الله اللي جاي يكون شكله كله مختلف بإذن ذلك إن شاء الله يا رب سبت النائب أحمد دياب رئيس ربط لأندي المستوى محترفة كل شكر ليك شرفتنا ونورتنا ودائما نضيف عزيز علينا عملا شكرا جزيلا تصرحات في غاية الأهمية إن دوري خمسة تمانية إن إرسال القائم الإفريقية قول أن دي المنصر اللي هتشارك في أفريقيا مع نهاية الموسم إن شاء الله ده التوجه لو جد جديد سيتم الإعلان في حينه عن الطريقة أو الشكل والقاعدة اللي هيتم بيها إرسال الأسماء وإن حتى الآن الاتجاه الأقرب إن يبقى فيه موسم استثنائي الموسم اللي جاي وطبعا ده منطقي بنسبة مليار في المية عشان نعدي بقى من اللخبط اللي احنا فيها بقالنا فترة طويلة